اشتركوا في القناة الرؤى ان يكون في شخص يلحقني في المنام يطاردني بيجري ورايا هنا الرؤية بيبقى فيها بعض التفصيل فعايزكوا تستبروا معي لان الرؤية دي مهمة وكتير من الناس بيشوفوها ومعانيها قد تكون محمودة وقد تكون مزمومة على حسب سياق الحلم نفسه هنا ما بتفرقش معانا يعني مثلا انت متزوج ولا اعزب لا 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 لكن هناك بعض التفصيل في الحالة الاجتماعية لو انت متزوج بيكون كذا لو انت ارمالة بتكون كذا الاخر هذه الامور لكن الاصل في قضية ملاحقة شخص لي انا استطعت الهرب منه ولا لا طب الشخص اللي بيلحقني ده او بيطاردني نال مني ازاني دي حاجة تانية حاجة تالتة لو انه ازاني في المنام هل انا في المنام شعرت بألم ولا لا ثلاث نقاط دول مهمين جدا فأول حاجة رؤية شخص يلحقك في المنام ويريد قتلك انت حسد في المنام انه عايز يقتلك هذه الرؤية تدل على انه سوف يحدث لك امور انت للاسف الشديد ستكون مجبر عليها وبدون رضاك حتخش في مواضيع غصبا عنك ويعني ممكن توافق عليها كمان وبرضا غصبا عنك مش بقول اكراه لكن في بعض الاحيان من الممكن ان يحصل لبعض الامور ان انا مجبر مجبر اني اوافق عليها رؤية شخص يلحقك ويمسكك ان امسكك في المنام فهذه الرؤية تدل على ان هناك مشاكل يصعب حلها او ستستمر معك لفترة رؤية المرأة الحامل ان هناك شخص يلحقها واستطاعت التغلب عليه هذه الرؤية تدل على سلامتها وسلامة مولودها وتخطي فترة الحمل بسلام طيب نفس الرؤية للمرأة المتزوجة شخص يلحقها واستطاعت التغلب عليه واستطاعت الهرب منه هذه الرؤية تدل على الرزق لها ولزوجها وتحسن العلاقة بينهما ان شاء الله نفس الرؤية للبنت العزباء هذه الرؤية تدل على التغلب على مشكلاتها وقيل انها سوف تتغلب على قضية تأخر الزواج عنها وبعض المفسرين قالوا انها تدل على الزواج مباشرة رؤية شخص يلاحقك وهربت منه ولم يكن هناك ألم هذه الرؤية تدل على انك ستنجو من بعض المشاكل او بعض الاشياء المكروهة التي سوف تحدث لك ان شاء الله تبارك وتعالى طب رؤية شخص يحبك هو دا اللي بيطاردك في المنام وبيجري وراك شخص يحبك هذه الرؤية تدل على الحظ الجيد الحظ السعيد ان شاء الله تبارك وتعالى طيب اخر حاجة نيختم بيها ان انت اللي بتجري ورا شخص انت اللي بتلاحق وتطارد شخصا هذه الرؤية تدل على محاولة تغيير حياتك للأفضل ان شاء الله تبارك وتعالى نظلونا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته